عبر التنسيقية زي الفل والله فيش مؤشرات كده طبعا نحن بنطمن ولادنا إن شاء الله إن كل طالب حصل أساني العام هذا العام لهم كان في تعليم العالي أيا كان وفقاً المجموع حلو يعني دي ما ببدئياً يعني كل طالب ناجح لهم كان في تعليم العالي جماعات حكومية جماعات خاصة جماعات أهلية معايات خاصة جماعات تكنولوجية ده كل أنواع التعليم موجود عندنا في مصر يعني كل أنواع التعليم موجود في مصر حالياً للوقت جميل لكي ما فيش مؤشرات كده تقول لنا مرحلة أولى مرحلة أولى بدأت من يوم السبت من يوم السبت اللي هو كان خامسة هتنتهي يوم الأربع اللي هو تأس بإذن الله ده بالنسبة إحنا طبعا المرحلة الأولى إحنا مقسمينها شريح لعلم علوم علوم رياضة وأدبي والحدود الدنيا بالنسبة لشعبة علوم 88% فاصلة 29 رياضة 83% فاصلة 41 أدبي 70% فاصلة 61 ده الشريحة اللي متقدمة للمرحلة الأولى بإذن الله ويريد كل طالب في المرحلة الأولى ما ترددتش فيه نوع يقدم في هذه المرحلة يعني طلب المستهدفين في هذه الشريحة يريدهم يبدأوا في تسجيل رغباطهم على معقل تنسيل التورون في ميزة برضو يا يوسب به أن الطالب خلال الفترة دي يقدر يعدل رغباطه براحته يعني خلال خمسة أيام طالب غلط يقدر يعدل رغباطه تاني يكتبها كمان في حاجة بنفاجأ بعد نتيجة تنسيق يوسف باشا أن الطالب يقول لي إيه أنا أصلا في دي كلية ما كتبتهاش أصلا دي كلية دي نسيتها وبعد عن نتيجة تنسيق ما فيش عدد ترشيح فأنا من النهاردة إحنا قدامنا اليوم الأربع إن شاء الله الطالب يركز في كتابة رغباطه وإحنا بس استعجلين كتابة رغباطه ما بتخش في طالب عشر دقيقة بالضبط في أيام زمان قام ما كنا باللزق طوام على الوقت الطالب وقعت في بيته الموقع مفتوح لأربع عشرين ساعة الموقع مفتوح لأربع عشرين ساعة الطالب يقدر يسجل مرة واثنين ثلاثة قدر ردد في رغباطه يقدر يكتبها أنا النهاردة يعني عاوز أدخل كل الطب عندي خمس عشرين كل الطب أكتبهم بالترتيب لأن في طالبة بتيجي تكتب لعندي الرابع عشرين وتقول لك أنا خلاص أنا مجموعة كده خلاص أنا ضامن إن أنا مش عدل الرغبات دي أنا برسح الطالب بدأ من أنت عاودتها تدرس طب لازم تدرس تكتب كل كلية الطب بالترتيب بالترتيب يعني طبعا عندنا منطقة آلف طبفل تكتب الخمسة وعشرين رغبة كلهم طب وفي الآخر خالص جيل تنسيق قال له لا منتاش طب وفقا لمجموعه وفقا لمجموعه أنا النهاردة ما هو مشكلة طلبة هتخش طب يعني الطلبة دي طبعا إحنا لدينا عدد محدد من الأماكن مرتبط بال أنا بقدم مثال لطب مثلا عشان احنا بيتكلف مرحلة أولى هندسة حاسبات معلومات تجارة أدب بالنسبة للأدب بالنسبة يعني بابا كلمش فكرة زمان يقول لنا إيه ما تكتبش مثلا مثلا ما تكتبش كله طب بسيب إيه آخر ثلاث كليات حاجات تانية عشان لو ما جاتش طب لا أنا عندي خمسة صحيبين رغبة يعني في خمسة صحيبين رغبة طالب يكتبهم فانا عندي خمسة وعشرين كل طب في الأول أه عاوز طب بيكتبهم كلهم بالترتيب مثلا هندسة حاند سب عشان كله هندسة اكتبهم بالترتيب لأن في طالب يكتب لعند الرابع عشرين هندسة ويفاجأ بعدين تيجي التنسيق إن كان مجموع يودي هندسة أسوان هندسة جانب الوادي وبعدين ييجي قولي أنا أنا كان مجموع يجب بس نسيت أكتبها أنا ما كتبتهاش فأنا بنصح في الحالة دي ركز ركز إحنا ده ماكش حاجة إحنا للموقع والدولة موفرة لك أولا التسجيل المجاني يعني ما فيش طالب يتفعلي فلوس فأنت أكتب براحتك إنت ما أنت شارف تكتب رغباتك عندنا الجماعات الحكومية كلها جميع الجماعات 27 جامعة فيها معامل حاسب آلي ومتخصصين يدري سعيب الطالب أنا مش قادر أن تشارف أكتب رغباتك أتوجه لقرب جامعة لي حتى الطالب لو قاعت في مصيف يروح لأي جامعة عشان خاطر ما تجيش أنت هتغلط بعد كده وما ينفعش ندم بعدين فأنت قدام الفترة حاجة عظيمة يعني وانت قعد بتصيف ولا هنبقى عامل زي على أيامنا ننزل ونروح نجيب الظرف بتاع التنسيق ونقعد نشتغل ونلزأ وبعدين نخب بعضنا ونروح نقدم الظرف وطبع لو أطعب ما أتعرف سكتير لا أنت النهاردة تقدر لتعدي رغباتك عدد من المرات ومكتب التنسيق بياخد بآخر تعديل الطالب عامله فهي رات الطالب يركز في كتابة رغباته لأن أنت قدامك فرصة أنا والله يا يوسف بيه بفاقي أن الطلبة يعني تستعجل لدني في كتابة رغبات أنت ما عندك يعني أنت وراك إيه أنت طول السنة الطالب عادي زيك وعيلته عادي طول السنة يعني على عصابها أنت في كتابة الرغبات دي لأنه دي مستقبلك ركز فيه قوي لأن إحنا كوزارة وكدولة إحنا فاتحين لك الموقع عدل براحتك اكتب رغباتك براحتك نسيت كل دي أكتبها تاني عادي اللي أنت عاوز تعدله تعدله بس في آخر آخر تعديل أنت اللي تعمله هو المكتب التنسيق بيرشح الطالب الأساس فدي نصح مهمة جدا دي أكتر أخطاء طالبية فيها